اه بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة اه يوم اه محاضرة التانية من في الويك انت كافي مع الدكتورة اه صفوة اه طولان. الدكتورة صفوة مدرس في اه كل الطب جامعة المنوفية ومعنا طبعا استاذ المنوفية كله استاذ الدكتور سعيد خميس هيتولى ادارة الحوار على الكاستر بلاد ستريب انفكشن. اتفضل الدكتورة صفوة دكتور سعيد. اه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا يشرفني ان انا اقدم اه ابنتنا الفاضيلة الدكتورة صفوة دكتورة صفوة مدرس امراض الكلاب اه كله الطب جامعة المنوفية والناس اه المخلصة في عملها ومكتهدة جدا و اه ومالناس اللي عندها clinical sense عالي و اه وهم حاجة اخلاصها لمرضها اه وادابها الجام. اه طبعا ان شاء الله نتمنى ان اه او متأكد ان شاء الله هنستمتع بمحاضرة جميلة. وطبعا باشكر اخيها لدكتورة هشام على اعطاءها الفرصة لدكتورة صفوة وللشباب عموما ولشباب المنوفية خاصة. فدري دكتورة صفوة. نشكر الدكتور سعيد اه تعلمنا منه كثيرا وكثيرا وكثيرا وانشكر الدكتور هشام اه تعلمنا منه رغم قصر الفترة اتعلمنا منه كثيرا وانشكر رضاهم الله عنا خيرا. ان شاء الله عندنا موضوع بإذن للا اه very important and very interesting من مواضيع النفرولوجي المهمة جدا وهو الكريبسي. ان شاء الله ومعنا حازم كمان حازم بقى حياخد الجانب اللي هو بقى ايه الحالات اللي بيشوفها والتعامل معها ناشنال وايز ناشنال وايز يعني على الارض كريبسي اخبره ايه في مصر الله يحليك الله يحليك اشتركوا في مصر 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 efforts over the last 15 years to increase the proportion of patients starting dialysis on AV fistula, 80% of patients of incident in the stage kidney disease and 20% of patients prevalent in the stage kidney disease in the United States still use a central venous catheter for vascular access. Character-related bloodstream infection is the most serious complication in patients on hemodialysis with prolonged central venous catheter dependence. Cripsy is frequently encountered complication of hemodialysis catheter likely occurred of developing cripsy at just six months, six months, probability exceeds 50%, which is very high. The instance of cripsy during hemodialysis is high in developed and developing countries, not developing countries per se. What is the definition of cripsy? Catheter-related bloodstream infection. It is a clinical definition used when diagnosing and detreating the patient. That requires specific lab testing that more thoroughly identifies the catheter as the source of bloodstream infection. That's what we're talking about. So if we're talking about the diagnosis of cripsy, we're talking about the catheter that it is the source of septicemia in the brain. So if we're talking about the catheter to define cripsy, we're talking about the catheter that it is the accused of the infection in the brain. طبعاً مين اللي بيركب كاثيتر هاينين الأكيوت كيدني انجري ما كانوش طبعاً موضبين للغسيل والعيانين اللي بي يضطروا للبلازما والدياليسيز فور توكسيكولوجي اللي هي الدراج اووردوز زي ما احنا شايفين الكدكوي عاملة الدياليسيز كاثتر انسورشان بتقول شورت تيرم دوريشان والونج تيرم دوريشان الناس اللي هما عاملين ايفي في فسترى فعلاً كرييتد بطنوت ريدي فور يوز الاخيوت ترانسو بلانت ريجيكشان البروتونية لدياليسيز وحصلوهم كومبليكيشان بيشنت هاز ألفين دونر ترانسو بلانت كومفرمد وحيرجع تاني الافي في والافي جي تشتغل تاني اوما الايه لونج تورم دوريشان اللي احتاج فيها داليسيز كاثتر مالتبول فيرد ايفي اكسس ذالب بيشان بريفرانس ورابي يوز او ايفي اكسس ود سيفيرلي لمت الاتشيب منتوف لايف بولز بتاعت الدياليسيز ليمت لايف اكسبيكتنس يعني عيان انا شايف ان هو يعني لايف اكسبيكتنس بتاعه لا يلا فيش داعي ان انا عمله ايفي فيستول افزنزو في ايفي اكسس او مش عارفة عمله ايفي فيستولا او سبيشيال ميديكال سيركمستانسز زي الكارديو مايوباثيك بيشنت هل في ناس ثانية بتبقى عرضة للكريبسي غير عيانينة او اي حد مبركب سنترال فيناس كاثتر بأنواعها طيب ايه اللي يخلي عيان امور ريسكي عن عيان ثاني انه يجي له كربسي هل في عيان مور ريسكي اه طبعا في عيانين مور ريسكي انه هما يجي لهم كربسي طيب ايه فنقسمها عشان تبقى الأمور مرتبة patient related risk factor dialysis unit risk factor and catheter related risk factors يترى إيه في البشان يكون هو يديني more risk لdevelopment of kripsi لو عيان عنده أنيميا عنده low serum عيان diabetic and other low immunity diseases عيان عنده peripheral atherosclerosis personal hygiene بتاع العيان بور higher total intravenous iron lose ياخد intravenous iron عشان برضو الأنيميا يعني الأنيميا والعلاك بتاعها بيخلو العيان مور رسكي للكريبسي استفيل كتكس areas nasal colonization عيان عنده staff في nasal colonization increased recomponent humor erythropoietin dose بديلو erythropoietin dose بقرة عالية recent hospitalization أو surgery عيان حصل له hospitalization لأي سبب إن كان بيكون مور رسكي إنه يتبلب kripsi طيب حاجات في الدعاليسيز يونت تخلي العيان مور رسكي contagious infection contamination of the dialysis or equipment inadequate water treatment في الدعاليسيز يونت dialysis reuse which is not present catheter related risk factor إن الكاثتر site برسي مي بي آريسكي femoral مور زان جاكلر مور زان ساب كليفيا الطيب طبعا التمبراري مور زان البرمنان الدوريشن كل ما الدوريشن طالت بتاعت الكاثتر كل ما الليابيليتي إنه يحصل لكريبسي بتزيد طبعا الميثد كاثتر انسورشن وأنا كاتل هايجينيك برسيجر عاملة زي الموزشير around the exit side و بعض الناس بتقول لك إنه هو بيزود الرسك فور آآ كريبسي وإن كان مش كونفرمت ثانية واحدة الصفة كده معاليش يرجعي للسلايد اللي فاتت بس عشان نقطة نوضحها أفضل شوية فاضل انا بنقول يعني الكولمن اللي عالشمال هو الرسك يعني إذا كان فيه دايلازيت دول كلهم احطوهم تحت بند واحد اللي هو البكتريميا سواء زكات او هو ده اللي بيعمل بعد كده على الكاثر يعني نقدر نجمعهم كده من أي سبب صحيح كان طيب تمام فضل عندي زي ما احنا شايفين لدخول البكتيريا للعيان ثرو الكاثتر الصورة ده هي بتغضحها كنتمينيتيت انفيوزيت كنتمينيشن اوف كاثيتر هاب في العيان نفسه أو سكن ارجانيزم اوف كنتمينيشن اوف دي بايز بريير تو انسرشن يعني الدي بايز قبل ما يبقى انسورتد حصل لكنتميشن طيب العيان اللي عنده كريبسي انا اشوفه ازاي انا بمر على وحدة الغسيل وعايزة اعرف العيان اللي عنده كريبسي اعمله ساسبيشن ازاي وده مهم جدا لان احنا لما نكتشف العيان بدري بدري نعرف نعالجه بدري بدري والتايم از في كريبسي بيشن انا قدامي بمر على العيان في الغسيل على طول لازم اشوف الفيفر الهايبوتيرني از اندكيشن تاكيكاردي بيشن تاكيبني الالترد مينتال استيتس لقيت العيان متوج شوية مش في عوايد في لازم اكون حط الكريبسي في بادي طبعا اي عيان عنده كاثيتر لابد كل مرة يجيني وحدة الغسيل لازم اعمله لوكال ايجزاميناشن لقيت في لوكال ايجزاميناشن ابنورمال سكين فايلين ايريذيما بين سويلين زيت شار سابكوتين يستانل مهم جدا ابص عليه او اذا كان عامل امبلانتابل بورت ابص على فوق البورت لو لقيت الكاثيتر فيها سواء اي مشكلة ده ممكن يدليني ان العيان ممكن يكون في احتمالية كريبسي طيب هل هي بترول اوت الكريبسي نو ده مش معنى ان تكون اللوكال اجزاميناشن فري ان العيان ما عندوش كريبسي ده الكريبسي بتقول ازاي تشخص الاكزت سايت انفكشن والتون انفكشن هنكلم عن الاكزت سايت انه هو حوالي اتنين سانتي ارون الكاثيتر اتنين سانتي لقيت ارديمة لقيت انفكشن لقيت بسنشارج لقيت اي حاجة من دي بقى انا فيسينج اكزت سايت انفكشن وطبعا التشخيص بتاح في الاربعة كولمدول بالكديكي 2019 كديكي 2006 احنا اتكلمنا عليهم في الاكزت سايت بيتكلموا لغاية 12 سانتي او 17 سانتي او زي ما انت شايف تحت الايه الاسكن اللي فوق الكاثير تحت الجل يبقى ده الاكزت سايت والتاني الانفكشن نشوف صور ليهم للكوليجز اللي معانا ادي الكاثتر اكزت سايت اهو هنشوفه ده النورمل والطبيعي والكويس نشوف بقى المشكلة ادي مثال علي اهو احنا في قلال الاتنين سانتي اللي حوالين الكاثتر او تاني الانفكشن زي ما احنا شايفين طيب انا شكيت ان العيان عنده كريبسي طيب انا اعمل دياجنوزز للعيان ده ازاي انا عايز اقول العيان ده ديفينتلي عنده كريبسي طيب ديفينت دياجنوز أوف كريبسي بيحتاج مني اللي احنا اتكلمنا عليها طبعا ده قدامنا الكيديكوي اه جايدلايينز والسي دي سي والا اي دي سي هنتكلم علي الكيديكوي وهم في النهاية المحصلة واحدة يعني اه بنقول ان احنا عندنا كلينيكال منفستيشن and at least one positive peripheral culture positive from a peripheral source سواء السورس ده ضعي زيت سركويت or vein and no other apparent source ما فيش عنده سورس تاني وعندوش نيمونيا ما عندوش أبسس ما عندوش ما عندوش other sources of infection في البودي بتاع with either positive semi-quantitative اكتر من 15 كوني فورمين unit كاثتر سيجمين أو هب أو تيب or quantitative اكتر من 10 قصة 2 كوني فورمين unit كاثتر سيجمين هب ارتب بيحملوا نفس الارجالز species and anti-biograph is isolated from the catheter segment هب ارتب and peripheral source زي ما هنشوف بشكل أوضح في الصور الجاية يبقى two bird blood culture two bird blood culture من الكاثتر اليوم and peripheral vein ده أول possibility تاني حاجة من الكاثتر تيب الخمسة سنتي التحتانيين و peripheral blood أو إن أنا أخذ من multiple catheter اليومن لو كان متعزر علي الperipheral أو إن أنا أخذ من catheter اليومن مع dialysis circuit two bird blood culture two bird blood culture باخذ منها aerobic و anaerobic المفروض المفروض إن هم يحملوا لي same organism ويبقى في حاجة اسمها DTTB differential time to peripheral blood يعني central culture تسبق لي peripheral بساعتين أو amount quantitative بتاع conforming diority بقى ثلاث أضعاف الperipheral ده definite diagnosis بتاع الكريبس يعني أنا لما العياني يتوفر فيه الكريبسي يبقى أنا أحلف إن العيان ده عنده كريبسي بس أنا ممكن كمان موفرش الكريبسي بس العياني بقى presumed to be كريبسي لما يكون الـ catheter in place and there is at least one positive blood culture growing a pathogen from any peripheral whatever in the setting of clinical signs of infection ومنش لا يا أي source تاني للإنفكشن غير الكاثتر الماثلة قدامي في العياني يبقى أنا أقول إن هو بريزيون إن هو كريبسي وعالج برضو على إنه كريبسي لأن الكريبسي لو أنا عملت لها missing يبقى أنا تقريبا بمس العياني طيب في شوية حاجات ناخد بالنا منها في البلات كالشور البلات كالشور كونتمينيشن البلات كالشور كونتمينيشن should be considered when determining a treatment course لأن أنت هتبدأ علاج على أساس الأورجانيزم اللي طلع لك الكالشور يبقى سنجل بلات كالشور من أي ساد كونتامين لأمور أن اتصاب كالشور إذا أسمع أشي سند بلات كالشور كواليز بالنقهي which هي normal skin flora or other common skin contaminants in a patient who is a clinical suspicion for infection in additional blood culture from dialysis catar and the peripheral site should be obtained لازم اشوف واكد ان هذا الارجنزم فعلا هو الارجنزم الحقيقي لانه عند العيان لانه هو اللي هبني عليه التريتمين تقول له عشان to help roll out the contamination طيب blood culture positive with skin flora can represent true infection يعني انا يطلع لي the culture skin flora وهي تبقى فعلا true infection اه طبعا ممكن ولازم اخط الكلام ده في بالي in the setting of multiple positive blood culture from different sites مش معقول يعني ده contaminated وده contaminated وده contaminated فلم نلاقي الموضوع multiple positive blood culture استبعد شوية ان ده تكون contamination لان مش معقول كل ده contamination the same organism one should consider the reality of a true infection even the organism is otherwise considered a commensal organism في حاجة كمان لابد ان احطها في دماغي the immunocompromised patient عشان اقول ان ده contamination لازم اقول كده بعد الف مرة تفكير لان انا العيان ده لو هو عنده flora ده very dangerous ان هو اهمله او اعتبره contamination ده ملخص اللي احنا قلناه ساسبكت الكستراريتد انفكشن هعمل هعمل black culture aerobic وانيوروبic وأسس العيان وأشوف الاجزيسايت والطانيل ده ملخص اللي احنا قلناه clinical diagnosis pre-sumbative و definitive كل ده احنا قلناه طيب انا شخصت ان العيان عنده creepsy هعمل اي بقى at once at once انا هفكر هعمل ايه في الكستر دي what to do with this accused catheter remove 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 الكستر to be removed except not possible يعني الرول ان انا اشيل الكستر اللي فيها الورجانيزم العملي المشاكل دي كلها طيب هل انا بقى مضطرة ان انا ممكن ما اعملش removal ممكن انما القعدة اني اعمل removal فمستاني نتعلم بقى الناس يعني امتا ما تشيلش اه امتا ما تشيلش هو امتا ما تشيلش ده ده السؤال اللي هو الاستثناء انما القعدة ان احنا ايه نرمو نسمع نسمع رأي كده الناس ونسمع رأي حازم السؤال اللي حازم انت شفت anaerobic infection والريد بتاعها دي anaerobic لا الحقيقة طرشامي يعني ليلة العشر خمسشار سنة اللي فاتت دولة في التجمعات حتى بتاعتنا بتاعت الانتي بايو جرام والكالتشرز كلها ما كانش فيه anaerobic بس انت تستنج anaerobic لكن هي ما بتشافش هو دايما الالأ والفوف من الحاجات من الانيوجوال ارجانيزم زي خاصة الكاندي ده او الفانجل انفكشن ده اللي بيسبب لنا رعب شديد جدا والمرسة والتودومونس ده اكيد ولكن الاني رابق ارجانيزم الحقيقة ما مش هدهش ولا مرة الفانجل طبعا لو عملت اندوكاردايتس بتبقى قاتلة للفال سبتحتاج كارد سيرج يعني طيب اعود لك انا الاجابات يعني طبعا اه يعني لو ما عندوش اه مكان تاني نو كاستر افيلابل اه هيحتاج فيه الدياليسز اه عبدالله كاتب سودو مش عارف يعني سودو اه يعني سودو انفكشن يعني ما خلاص انا حتمت ان خلاص عندي لو فانجل طبعا يعني لازم حيتشال اه وهي المشكلة دي دايما دايما الحوار ده يعني دي هي الحياة اليومية طيب انا هشير الاسطرة وبعدين تمام طيب احنا قولنا كده دلوقتي يو مست ريموف امتى نوت ريموف تمام اكمل شكرا جزيلا شكرا جزيلا لو البريزنتيشن اس كونسسطن وز كومبليكيت كريبسي بط بشانت هز لميدد بسكولار اكسس ومعاها ومعندوش بسكولار اكسس تان ومعاها الدنيا ماشية كويسة افبرايل 48 72 hours after starting tailored anti-part دي اول حاجة الحمد لله الحمد لله التلات برشار زي البول والحرارة بقت افبرايل والدنيا بقت كويسة عملت اعين اكس تشينج طيب امتى بقى توذكيب وده الخيار اللي احنا ما بنحبوش خالص ولكن في حالات لازم بريزنتيجن وحصلوا رابد مفيش طبعا هيمو ديناميك انستابيريتي اللي بتبقى البلوة الكبيرة اللي بتصدنا في عينين الكربس طيب هل الكالشر ريزلز ممكن افكتين ما ديسيجن ابوت كاستر سالفاج ان انا اعمل كيبينج الكاستر بالتأكيد بتطلع علينا الكالشر بنتائج احيانا صادمة ستاف ارياس زودومونس الرغنوزة الفungal or mycobacteria طبعا الريت of treatment failure with catheter left in place are very high and in those catheters that fail salvege there is a high incidence of complication stemming from infection catheter removal is strongly recommended in these circumstances as the risk associated with salvege is quite high الكامان البacillus species micrococcus species and clutibacterium species are also difficult to eradicate and removal strongly recommended when these are the passages conditions does the type of catheter affect the decision of salvage or removal yes if I have a tunnel dialysis catheter طبعا هتروى بعض الشيء لأن العيان يعني مركبها زي ما احنا عارفين وهي precious catheter العيان طيب لو انا عندي dialysis line management should be done in close consultation اقول ايه بقى تعال بقى nephrologist تعال دكتور حازم تعال intervention nephrologist تعال intervention radiologist تعال surgeon infectious disease specialist ونقعد مع بعض ونقرر هنعمل في tunnel اعمل exit تاني ولا اعمل 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 طبعا ده كله لان ده بسجن مش سهل حازم اخباركو ايه عندوكو ده منهور اه مش هاد اقول national او ده منهور سكول تمام من ناحية الحياة يعني احنا بدأ اعمل ال دي ما بتعملش الا للعيانين اللي هم يعني العيانين بتوع اللي احنا عارفين عارفين ان احنا لو شلنا القسطرة دي الحل التاني ان احنا نقلبهم في دي على طول yes ماشي ماشي مين 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 ده الحكم في في اي اه انت ابر ولا لأ وبتطبق يعني تسحب البلاد كالشور start empiric anti-biotic you are saving the life of this patient immediately after blood culture obtained please start empiric anti-biotic anti-biotic administration significantly decrease sensitivity of blood culture والبلاد كالشور دي هي حياة العيان لان ممكن يكون الكل بلاد كالشور دي هتطلع لي اورجانيزم مش انا بتديل الانتي بتاعت الامبير خالص فعشان كده انا لازم اعمل بلاد كالشور الاول واكون سريعة جدا واعمل بلاد كالشور الاول وإلا انا اكون بعرض العيان بالخطر لان بعد ساعة واحدة من اعطاء الانتي باوتك الامبير خمسين في المية نسبة ان بلاد كالشور تطلع نجاتي والعيان عنده كريبس فخطير جدا ان ابدأ الانتبيوتك time is running فعيان الكريبس and very important طيب انا هدي امبرك انتبيوتك what امبرك انتبيوتك to start مهمة نقطة جدا يعني very important the saving life of patients حقيقة يعني الله دكتور هشان it is dependent upon clinical scenario and the clinical epidemiology the initial choice of antibiotic will depend on severity of the patient clinical disease risk عند العيان دي رسم بياني بيوضح ان الارجانيزمس اللي بتصيب داريس كاستر mostly step areas دومونس ارجنوزا اكتينو بوميناي شريشيا كولايك لفسيلان نيموني and candida species وهي دي اللي بتزعلنا جامد قوي قوي ومش ما فيش حكة ما بتزعلناش في الكريبس الحقيقة لستاف ارياس خمان بتزعلنا جامد وده نحفظه زي اسمنا اي حد نفرولوجي لازم يحفظه زي اسمه لانه هيزيف بي live بتاع العياني جرام بوزد بورجانيزم بريفلانس افم السلين ريزيستان ستاف ارياس عالي جدا في عيانين داريس كاستر فالفانكو مايس هو ده الانتي بتاعنا افم مع الفانكو ميس امبر جرام نجاتي ارجم اشترك بي بتالكتام بتالكتام زي ببراسل تازوبكتام او كفالوس بورن زي السيف بيم يبقى انا معي الفانكو ميس اساسيا ومعاه ببراسل تازوبكتام او معاه سيف بي ده اللي احنا بدقين بي طيب البيشنس بتاعي ده الكلينيكال بتاعته انا شايفاها عنده سيفير سيبسس او خدت منه هستولي لقيت عنده مالتي دراج رزيستان او جرام نجاتيب ارجانيزمس لازم حاجة تبي ادد للاتنين اللي احنا حطناهم قبل كده تبريفايد ممكن اضيف العيان ده مع الاتنين اللي فاتوا امانو جلايكوز او اعمل تشينج الانتيباتيك ريجي مع كاربابينار طبعا ده المفترض ان احنا نعمله ديسكشن مع الانفكشوز ديزيز كونسا انا بحب الامانو جلايكوز بالاخص لو في يعني او ازا كان اندوكاردايتس وارد او دوسها ممكن تلاحق شوية الافكت بتاع الاندوكاردايتس حتى لو ما عمدش ايكو بتلاقي بتلاقي بتبتدي ممكن تسمع على يعني كل حاجات في الحالات اللي ازاي دي وما اخافش من لان يعني انا مش عادة تديله لكن حتدي لغاية مع الاقل الكلتشا تطلع فمش عاديين برضو هلع من العمين بجال والأس تطلع لكل ده بتبقى دوس dependent تطلع نعم 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 دكتور يشان عندنا سؤال مهم جدا في عيان الكريبسي when to add antifungal امبرك ثرابي is generally not recommended يعني انا حط antifungal في رمزة start كده مش ده مش recommend بس accept مين العينين دول ده اللي انا اخطره empiric antifungal طيب امتى بقى انا مشيت بالعيان وديت الرجم اللي احنا اتفقنا عليه وبصيت لقيت العيان فيه fever unexplained ما نش لقيا لها تفسير او other signs of infection والعيان بيدتريرات وانا مدينه الرجمن بتاع البكتيريا يبقى لازم اخط في دماغي ان العيان ده ممكن يكون فيه fungal infection بس انا عندي البيتا دي جلوكان السيز can help in diagnosing deep seeded candida infection عملها للعيانين عشان اشوف العيان عنده deep seeded candida infection ولا لأ طيب what antifungal to add احنا خلاص قررنا ان احنا ناد antifungal عندي الميكا فنجين 100 ملجرام ايفي ديلي او الفلوكونازول 800 ملجرام مرة في اليوم 400 ملجرام ايفي بر اورال ديلي 7 days or ليبوزومال انفوترايسين ب3 ملجرام بكل كلجرام ايفي دي وده لسه موجود الامفوترايسين يعني بقالي مدة كبيرة ما شفتهوش اه والله موجود واستخدمناه موجود يعني استخدمناه موجود بس بنستخدم الفلوكونازول يعني غاليبا لكن الامفوترايسين ده يعني وما بيسه ام في تيربول بس طبعا مش شايفة تيربول او عندنا في القصة لاني قريدي العين على الغيرس بس انوه ومش مطلوب او ان احنا انا متحمسين لي يعني طبعا وحزم البروتوكول عندك ايه في الامفيريكا اللي انت بعوتك في دامانهور سكول والله احنا عندنا كزا بروتوكول فيه بروتوكول ان احنا بندي فانكو جنتا مع بعض ولكن في الاوينة الاخيرة بعد بعد ظهور حالات كتير احنا شفناها للأسف الشديد بدأنا شفت شوية بعد عدي ايه من الدوزيش بتاعت الامينو جلوكوسادي يعني بتاعت تشوف اوتو تكسيستي بعد كم دوز اه يعني بعد شفور المشكلة ان احنا المريض بيجي لنا بعد ما يكون بدأ في المركز بتاعته في المستشفى بتاعته وده لفترات طويلة وده المستيك الكبير اللي تستعمل برا اللي هو الدكتور بيعدي على المريض يلاقيه شهر او نود تلاتة اسابيع طيب المريض بيتحسن شوية بعدين رجع تاعب تاني فنقوم بكررين نفس الرجيم التاني فنلاقي خلال سنة معطلة واحدة المريض قعد خلال سنة لتناشر شهر شهر او شهر ونص من غير فانكو جنتا وبقيتل لتناشر شهر وكلهم كان لأسف على فانكو جنتا ده اللي انا بقوله يعني هي ده يعني مش عايزين بقى فيه رعب لانه واضح ان الناس على التشات او مساموا اول حاجة طلعوها اوتو توكسيستي اه لكن يا جماعة اوتو توكسيستي ده مهما ينفعش همشي عليه لمدة تسعة شهور ومحصلوش اوتو توكسيستي لكن عام نتكلم ايه الفكرة نفسها ان الكمبينيشن يا دكتور ريشام ان البانكو مايسن بير سي هو اوتو توكسيك ايجنت والجينتاميسن فالتنين الكمبينيشن بتاعتهم بتبقى فيري ريسكي للأزب الشديد وخاصة لو يعني فيه على لوب دايريتك طبعا لوب دايريتك اه لكن برضو انوات انوات سكيل يعني هدي فانكو جينتاميسن من اسبوعين ثلاثة أسابية واتس بروبابيليتي اوتو توكسيستي حتى لو فيه جينتاميس فيري مينيما لكن هو اللي بيحصل في المراكز اللي بيحصل في المراكز تطورك تقول سعيد انا متفق يعني طبعا انا مع حضرتك لو هي اه هيت اندران اوكي يعني بس طبعا غالبا الامور ما بتباش هيت اندران يعني غالبا بتطول شوية في الانتيبيوتكس بتوصل افتو سري فور ويكس ايبن افتو سيكس ويكس انا من كارهي الامانوغلوكزايد وعندي اسباب طبعا وكذلك برحيم انت عارف مين طبعا بس اه انيوي اه ما بحبش انا اسمع الامانوغلوكزايد خالص اكسب اكسب طبعا لو مش طالع في الكلشور اللي هي يعني واخد بل حضرتك يعني زي انا ما اقوله بالبلد كما ازنوق ليها هتطر ان انا اعمل اه موديفكيشن سوري اتجاست متل الدوز طبعا اه وانزمين طايم اف ابليكابل طبعا يعتبر ان انا نقيس البلد ليفل او اطراف ليفل بتاعها ده الصح يعني وزي معالي دكتور حازم ان فيه في الشر زي بقوله هنا بقى ان والامانوغلوكزايد فالانسدنس مع طول المدة زي ما ساعدتك قلت دي بقى طبعا عالي للأوتوكسيستي طبعا لكن عايزين برضو في مصر خلي بالك من كتر استخدام بقى في الكريبسي ليه فيه كتير قصد فعطيبني من ثلاثة لخمسة دوزيز من ثلاثة انا بدي من ثلاثة لخمسة دوزيز ان العين عنده بكتير من ثلاثة لخمسة دوزيز مع ما بيجيش منه الا اذا العين اتعود ان هو ياخد معاه ورا كل جلسة وياخدها ده كلم حقيقي حقيقي مع عندنا كتير جدا انا وبيتري بتبقى موجودة وخلي بالكو ده نستخدم مش عشان عيان يعني بيخح وزود ده هي لا غبارة عليها من الانتويتك المحترمة جدا وفيري افكتف بس زي ما حضرك قلت يا ترشام احنا كان بيبقى يعني مش من الحاجات المحبزة لنا لاسباب كأقديدة حتى ايه في الاندستيشن اتزيز عشان ايه لو عندي بدائل ليها اوكي ما عنديش بدائل وشورت ما فيش قرص اه بضطر ان انا اديها وطالع من الكالشرة ومفشل لاهية او غيره او حتى لو هدي امريك لفيري شورت طايم بس ادجست دوز واعمل اطراف ليفل اوكي يبقى ده او لكن احيانا بمبدأ سد الزراع بمبدأ ايه بعد عن الشر وغنيله في ساعات ما بنضطر ما بنحاول ش نتقرب مجلق مالك وغزايد واعتقد ان الفوبيا دي عند حازم برضو ولا مش معها حازم طبعا احنا حاليا البروتوكول بتاعنا فده منهور ان احنا بنماشي العينين على الكرباب امي 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 طبعا اه طبعا طبعا العين اللي بتظهر عنده واضحة بقدمت الطبعا تمام طبعا الميرون فانكو من الكومنت ان هم بيستخدموا عندنا وانا بحب استخدموا تمام لكن لما بلاقي سيفير كيس سيفير كيس وي بحس ان هو داخل على اندوكاردايتس كلينيكالي كده فيفر عالية اه تاكيكارديا اوتو الى عين في مشكلة واضحة بقلب على طول وبحط من تلاتة الى خمس جرعات تلاتة لخمس جرعات مش هيعملوا حاجة يعني من تلاتة لخمس جرعات مش هيعملوا حاجة خالصة تمام بس عشان مش عايزين نحط الامينو اه بقى بقى لينا ولا حاجة لكن ده خلي بالك مش هتطلع بالاسبوع نعم يعني العيان لو دخل فيه مش هتطلع يعني مش هيعيش لجاية ما تطلع لديكتل بالخبرة ما هي ما قالت زي ما حضرك بتقول بس يعني نحطه على حسب من الريزك الريزك الري لقيته على العيان ده شكل اللي عنده رايح فيه تمام تمام مش هيعثر على يعني 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 طبعا بيأسر فيه يعني مش هو ده ما هيعثر بالمناسبة مكتوب مكتوب بس أنا مش معنا كيف بقول للشباب حطوه وانتم مش خايفين يعني في الناس اللي هما بدين غسيل لسه وغالبا ده اللي بيبهم يتركب له أسطرة أو كده أو اللي بيسمون في بعضهم لسه بيجيب يورين عنده الامانوكولاكوزايد في أبحاث مش يعني أبحاث قارت إن ما بتأثرش على بس برضو أجين أنا مش بحبه خلاص باعدين كلنا حرفين الانسطور سعيش ما بيحبش الامانوكولاكوزايد يعني 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 في النقطة دي هو فيري بوتينت انتبيوتك طبع لو اندوكاردايتس أو الحاجة عيب مبدئيا لغاية ما تطلع الكالتشر خلي بالك ما يتخذش عاي في عشان بيقفل عن وممكن يعمل لمشكلة ويعمل مايوباسي جامد مع عاي في انجيكشن لما بتدي بتدي من ثلاثة لخمس جراءات ما بتزودش عن كده في المرة زي ما الدكتور حازم بتبقى أعلى شوية لكن ان ده مع على مدار أسابيع طويلة وكريسك وسربي ما حدش يقدر يقولكي حاجة انا ما ونخيص تمام 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 والعام من كده البكتيريا البكتيريا لي من كتر ما الناس بطلت تستخدمه فبقى لسه ماسك نفسه دي حقيق دي حقيق دي حقيق بس تكمل دكتور سيشاف تكمل احنا بدأنا الامبرك انتبايتك طيب 2 هاو لونج تجرب يور بيشان ذا ثيرابي احنا هنقسم العينين الانكمبليكاتي الكريبسي وكمبليكاتي الكريبسي الانكمبليكاتي الكريبسي هيكون وصفهم ايه رسفونس قوكلي تو امبرك انتبايتك سنو افيدان افيدان افيداني افيداني وهمو ديناميكالي استيبول البايشن دول هياخدوا التريتمان بتاعهم طيب لو العينين complicated كريبسي وده بستدل عليه بهمو ديناميك انستابل بزيستان فيفر انتبايت افيداني انتبايتك افيداني افيداني انتبايتك انفكشن ذا على طول التريتم لازم يوصل لستة لتمانية ويك انتبايتك 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 مستتو بسيط الوظام انستباع انتبايتك افيداني الوظام افيدانية تتائهم legislator يانا انتبايتك الوظام والوظام الوظام ما بقاش نتروك طيب أنا بدأت أمبرك أنتفنغل على الشواهد اللي أنا كتعندي تستارت أمبرك أنتفنغل إمتا أعمل له discontinuation Discontinuation of أمبرك أنتفنغل is strongly encouraged in patient with بيتا دي كلوكان value R negative أقلي من 80 بيكو جرام برملي عريب التست is recommended as two consecutive serum BDG أكتر من 80 بيكو جرام برملي are suggestive of invasive candidiasis in high-risk patient however positive results should not utilize as the sole evidence for continuation of antifungal therapy given the poor positive predictive value of the test infectious disease consultation is recommended in such cases BDG is a good negative test ده indication إمتا أعمل infectious disease consultation لو أنا عندي استفيل قطة الارية انترك قطة الضمونس multi-drug resistant organism أو candida أشركهم معايا معا مالتش catheter removal لأن الابشن ده مكانش متاح الpatients with cardiovascular implantable electronic device أو endovascular implants or orthopedic hardware and complications such as endocarditis and other metastatic infection زي بكترينيا lasting more than 72 hours كل دول هشتك معايا الناس توا الانفكشن طيب إمتا أستخدم الانتيبايتك لك therapy Antibiotic locks should not be used alone and should be used in conjunction with systemic antimicrobial therapy post-administered 7 لـ 14 days by instilling a high concentration of antibiotic into the intraluminal space and allowing the antibiotic to develop for an extended period على الأقل ساعتين the rate of successful infection clearance is increased يعني لو استخدمت lock therapy مع السystem بيكون eradication of infection نسبة أعلى antibiotic selected for look therapy بيتماشى مع اللي أنا مختراه في systemic antibiotic antibiotic therapy procedure بتاع application بنعلمه للتمريد ونفهمه لهم كويس جدا عشان الدنيا تمشي صح واللي أنا عايزاه يحصل فعل ده أمثلة برضو لل antibiotic therapy برضو نعلم التمريد إزاي يركبه وإزاي يعمله وإزاي يحطه عشان يبقوا إن هما يدوا للعيان الحاجة اللي هو أنا عايزاه ياخدها فعلا نرجع نرجع الثانية واحدة دكتور صفوة نرجع على السلايض اللي فات اتفضل طيب تعليق أجيها دكتور سعيد دكتور حازم في الـ لكتور أنا طبعا عايزي بالتعليق للدكتور حازم بس هالحاجة ودي نقطة خلاف دي بيني وبين الدكتور الصفوة ده يعني في الفترة الأخيرة في الشغل هي عندها رغبة تدي في تعمل كاستر ومعظم الإيفدنس في مش مدية قوة في الإيفدنس إن أنا أستخدم إن أنا كل من هو مركب أسطره وما حصلوش امفكشن أو يعني باي ديفولت قدام مركب أسطره من الأول أعمله أنا بقول لا على وهي كانت عندها رغبة أنها تدي على بعض الدراسات في العيانين اللي هو عنده لأنه ده بيزود في العيانين اللي هو عنده ممكن فيه كلام بيتقال إن لو حصل طبعا لازم بي بلاس بقى إن أنا ممكن أحط يقال إن في بعض الدراسات إن ده بيحسن الأوتكم أفضل والبعض والبعض بيقولي إن هو بيسوق الأوتكم يعني فيه كنتروفرسي كبير الموضوع ما أنا مش هاقوس ده جاء عليك أو في الضد يعني مع عشان كده أنا مع عشان كده إيه أنا قلت لها الجاعي بقى يعني أنا يعني الضبيت على آه يعني خلي بالك وأنا قاعد برضو مسك الإشارة يعني الساعات بسيب الإشارة خضرة وساعات بأعمل الإشارة حمراء عشان ده تريتمنت ما شاء الله أيا صح ده تريتمنت ده تريتمنت نعم زبط إفان ده تريتمنت في الكاثتر اللي أنا عملت لها سالباج آه دكتورة سالباج فعلا يعني ذكرت نقطة مهمة جدا إن إحنا ساعات كتيرة إحنا بنمسة قصة الكاثتر لك في الكاثتر لك في الكاثتر وفي كاثتر إيه مهمة قوي قالك إن هو بيزيد الناس الكاثتر كبير آه طبعا 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 اللي موجود جوه الجوه الكاثتر مهما أنا البيت سيستيميك أنتي بيوتك الكنسنتريشن مبلوصات جوه بالزبط البيت فولد الكنسنتريشن فضلات حب السيارة حاجم أنا مع حضري أقول لحضريتك بيه هو أنا لو بييدي عشان أقول لها هذا لو بييدي أعمل كاثتر لكي كل المرضى بعد اللي أنا بشوفه هو حضريتك ترحي يا زم ما تشوف معي دلوقتي الكديجوي جايدلاينز الجديدة تقريبا لو أنت طبقتها على وحدات الغسيل بتاعتنا هتقول لك إيدي لو أكثر من ثلاثة ونص عين في ألف ديز حصبهم في الفاسيليتي بتاعتك إيدي كاثتر لون دي حقيقة طيب يعني كونسنسس كده مبدئيا كونسنسس كده ما بيننا وبين بعد كده يعني هنعمل كده جايدلاينز لنا منا فينا جوه مصر وللبر مصر برضو ممكن يبقى احتياطات بالنسبة له أنا عندي تو اوبشنس أنا أعمل كاستر لوك والستريت أو تور لوك وخلافه أو أن أنا أعمل أنتي بايوتك لوك تيكنيك طبعا مش هينفع أعمل الكمبايند وفي حاجات اللي أنا أعملها أنتي بايوتك مش هينفع أديها مع هيبرين لأنها هيتعارض مع الهيبرين دي حقيقة يعني في حاجات مش هينفع أنا أنا أقدي أبريل ولو ديت ستريت هاي كونسنتريشن بيحصل منه ليك وممكن يعملي هايبو كالسيمي فإحنا دلوقتي عنقسم نفسنا لثلاث فرق فرقة بتقول سواء التور لوك أو التولودين أو ستريت فرقة بتقول أنتي بايوتك ويز أنتي كو أجولاند والفرقة الثالثة بتقول أن أنا أحدي أنتي كو أجولاند بس ودي الفرقة اللي هي هتتغلب ستة صفة تمام؟ اللي هي هتاخد هيبرين بس مين من الفريق من الموجودين مور كونفينسي بالستريت لوك ستريت لوك تولودين مين من الفريق اللي هو موافع على هيبرين أنتي باويتك آآ لوك تيكنيكس أنا مش هقولي يعني النظرية أنت بتعملي في الوحدة عندك بغض النظر عن الأصعاب لا هي بشغالة دكتور هشام يعني أنت لو أنت استخدمت الجنفا مايسل بروفليكسز مش غالي أو مش بسبعة جنيه أو حشو كده ها بس لو أنا استخدمت بريمكس بكتور صفة بس أنا لو استخدمت البريمكس ده وقال دكتور هشامل حاجات اللي هي نازلة قريدي مكسد مع هيبرين زي لا ده غالية جدا نارك شو دعوة بيا خارص فترحازي لا تسيبك خارص يعني هنجيب من ايه يعني 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 أنا الناس الناس على آآ بيستخدموا تقول لك خالد خالد بيستخدم هيبرين بس يا خالد ده أنت من الفرق ستة سفر بقى لا يا خالد انت أكيد تصغط حاجة تعني أنت بويتك وزيبر لا هو لا هو خالد السلام أيض ايوز دوازايب إزاي حضرتك هيبرين بس يا خالد هيبرين بس اه لا يا خالد طب ليه الدكتور سعيد يقول لك يا بريتو في القصة دي لان في الحقيقة الهاندلينج بتاع النيرسيز is very important لو خادوا الهاندلينج بتاع النيرسيز بشكل يعني كوشيس يبقى كوشيس أو في التعامل مع الكاثتر والنبر في كاثتر يبقى limited والديب كليننج بتاع الوحدة والديس انفكشن رولز كلها تبقى followed الحقيقة في الحقيقة it's more than enough هتوى تقديره انفكشن بريت بالجاهة الحقيقة دكتوري شام اه ممكن في مصر بس على عبد الواقع في اغلب المراكز حتى جوه مصر او برا مصر بيبقى البرسنت طبعا الهيبرين اللي هو واحده الانفكشن بتاعه باعلى اه هو كان فيه كان فيه قاعدة زمان بيقولوا ان الهيبرين بيزود الانفكشن كمان بنعرفش قادر الستادز قالت كده فعلا قادر الستادز قالت كده اه لكن في الحياة هتلقى شركات ادوية هتلقى شركات ادوية بتقول كده يعني براكتكال وايز احنا لأعتمال الشهور وهؤلو حتى بمصر اغلب الوحدة عندك فعلا الفكشن كنترول دي كان بشت عملية انفكشن كنترول الاودتنج بتاع السي دي سي وترجمته عربي وقفت النايب على دماغ كل اه صارة بتعمل بتستدي بقى التمريد او بتعمل ترميناشن من اي توزيد بالسكورينج سيستم وايه اللي بيحصل اي سينك ان ده يعني تشيب اه 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 وابليك ابرو. اول فعلا. يا ريتي وعمم يا دكتور سعيد في مصر. الحاجة الوحيدة. يعني. اللي هو النيرسة هاجيين والبيرسنال هاجيين بتاع العيان هو ده. طبعا الانتبايوتك لوك الانتبايوتك لوك او طور لوك او كلام ده كله لا يغني لا يغني عن دكتور سعيد لو سمعت بعت لنا لكل الملاكس في مصر نحطه على الجروب يبقى بنسبة لنا الدستور اللي نطبقه على وحدات الكلة الصناعي في مختلف مستوزفات. انا انا مترجم بتاع بالعربي بحس تبا بس في السهولة في مجرد يعني مجرد يعني مجرد يسنو يسنو. ياريت اه هتولنا عشان كمان نا يعني انا اتبنات تبع الجامعية المصرية امراض وصدرعت الكلا ونحط عليه اللوغو التعجمعية طبعا. عالخاص وحضرك شوف هتعمل في ايه. طال ان شاء الله. اول ده الوحيدة فعلا الكدجوي قالت عليها اه بعد كده كله قالت يعني الحاجة الوحيدة اللي قالت عليها هو الهيجين سواء من التمريد او من الهيجين نفسه. تمام تمام. تمام. طبعا كل اللوغ ده كان تريتمينت لوغ. يعني مش اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو عليه ديبيت. ولكن ده الفورمولز فور انت بيرك لوك وده اه افدانت لي بيقول ان احنا بالانكريس ساكسيس ريت في عيانين الكريبس. ان انا اامشي على المحيطين. وادي انتي ميكروبيا لوكس. هيزود ان شاء الله الساكسيس في المانيشمنت. ده الكدكوي جايدلاينز. الجايدلاينز بتاعتها في التريتمين بتقول آآ ريزو نابل ان سسري توبتين ابروبريت كالشر. براير نشيشن. زي الكلام اللي احنا قولناه بالضبط. التريتمنت لازم يبدأ آآ اتوانس. ده اكسفرت uh اوينيين. آآ كدكوي يكونسيدر آآ اتوانسي اتوان فوريكو. زي ما حضرتكو جميعا يا اصدد انا قلتو. اللي ايان بصفته بشكله. با اشوف التريتمينت بتاعه المناسب لي ايه؟ so did you recognize that it is reasonable to have an individualist approach vascular access circumstances should follow the detailed guidance. Option include CPC exchange, guide wire removal or reinsertion caster salvage and concurrent antibiotic look particularly if the CPC is deemed to be the patient final access. تمام. ده الكاتيجوي guidelines accordingly treatment. طيب في حاجة عليها controversy واللي هي ان انا لو عيان uncomplicated cryopsy والresponse بتاعه هايل وبقى afeprial وهي dynamical stable. هل ينفع ان انا اكمله duration of therapy oral step down therapy لغاية قريب جدا كان هذا الكلام مرفوض تماما من كل literature. دلوقتي بدأ يقولك انك لو ديته اسبوع IV ممكن تكمل معاه بقية المدة oral therapy. طيب complication of cryopsy واللي لازم احط عيني على العيان لأي development complication لان بصراحة عين الكريبسي لما بيبقى complicated يعني بتبقى الprognosis very bad امتى اعمل العيان transosophageal echo to rule out endocarditis should be performed in any patient with cryopsy who has لو عنده prosthetic heart or pacemaker or ICD or persistent bacteremia greater than 72 hours after initiation of appropriate antimicrobials and removal of hemodialysis catheter هتعرف ازاي ان هو عنده persistent bacteremia اه اه بالكالش يعني اعيد هتعمل culture وهو ماشى على antibiotic هتعيد blood culture تاني يعني persistent bacteremia greater than 72 hours do you recommend repeating blood culture on antibiotic and if yes when مش when suspected when after how many days seven days لو انا لسه ما فيش استجابة للantibiotic seven days اعيد الكالشور اه يعني ان انا اتوقع bacteremia دي هتوقع clinical مش blood culture يعني شفناها شفنا عينين الكالشور تطلع ببكترية وهما على اه بس يعني persistent bacteremia greater than 72 hours دي هقف عندك كده وحط من كوصين is it culture or clinical clinical وكالشور وشفناه وشفناه يعني انا مش هعد للعيان بلاد culture وانا لسه بادي بي 72 ساعة لكن زي ما قال اه لكن زي ما قالوا انت كاترة الموجودين ممكن اعمل اشوف اعلق من هو بيعلق شوية خلي بالك في النتائج بتاعت انا مش بتاعت اي 50% could be removed on high flux or hymoth 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 وليه دكتور تسعي تفضل بس بس في تعليق على brucal stonin وال CRB هما طبعا هما دول الى حد ما احد الguidance بتاعت الانفلاميشن اللي ممكن نعملها الى حد كبير بس بيكوش في عيان الاندستيشن او عن المسميات القديمة لو قلنا عيان عند او 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 مع ال ال بروكال في دراسات كتيرة هو يعني نص في العيانين لقوه بيوصل لواحد ونص واثنين من غير مدينة تايجيو حتى قلت ساعتها كات اوف وكلمت انشرته في الهيروبير ساعم حضرك قلت ساعت بتعلى في عيانين السي كي دي وتعلى حقيقة بتوصل فبرضو بتبقى ساعات ساعات بس هو طبعا بتشوف بتاعها ايه لو كان بدي مسلا ستة وبعدين بدأ ينزل لتلاتة بدأ ينزل لتنين يبقى معلها ان انت ماشي في الطريق الصحي ده نشره من ست سبعة سنين شفت البيبر بتاع حضرتك دي وكتع الارسالة معمولة شفت عد حضرتك الجزء التاني في السي ار بي السي ار بي طبعا كان في الماتري ماركر لو احتراب وكي وبالذات لو هايلي سينستف هاي سينستف سي ار بي لكن انا معرفش طبعا وانا بس لحضرك يا دكتور الشام انا فكرت عشرات المرات بس طبعا انا ما عنديش معروف ان اليوريميا او الايام بتاع الانتسيش انفلاميش انكرونيك انكرونيك انفلاماتورستين زي ما حضرتك هل هل الكاتوف فاليو بتاع السي ار بي في اليوريميك بتختلف النورمل عن الناس النان يوريميك لا ده تعتمد ده تعتمد على الميتابوليزم او بمعنى اخر لو انا عندي حاجة زي اميليز لايبيز بروكالسيتون انسولين اي حاجة من الحاجات باجة بص عليها من منظورين تمام المنظور الاولاني هو هل الماركر ده نورمالي متابولايز او سيكريت باي ذا كيدني او 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 والاخر تمام واقول والله يبقى كده طالما الرين بتاعتي يبقى او ميتابوليزم CRB موليكول مية خمسة وعشرين الف كبير والنط بي رموف باي او رينال او رينال دايالس الهاندلين بتاع CRB يبقى انا هاثق اكتر في CRB مش في الفروكالسيتون ده الانفلاميشن الانفلاميشن بتاع كدني ckd او لو هي باكتيريال انفكشن حمتا اوكي هيعالي CRB لو الانفلاماتوري زي طول لايك رسيبتور وان وطو وثري وفور اللي من جد ترانسلوكيشن والاندوتوكسيميا وعيان عنده باكتيريال ترانسلوكيشن فرم ذا جد عملاله اندوتوكسيميا هنا CRB حيانا الاجابة هل في كات اوف محدود لCRB لا هل CRB هل CRB حيتأثر بي التكنيك أو طايف الهالس لا بس الاجابة التالتة هل CRB الرسبونس للتريط سريع برضو لا تتوقع CRB ينزل وانت ماشى في اول اصبعين هو ابتأ في النزول طبعا اه بالزبط شفت بقى فدي الملخص بيتاعة طيب انا هحكم العين ده عنده والله عندك 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 دي دي كل دي حاجات تديني جوتش ان العيان ماشي 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 طبعا طبعا زي ما حالك كنتم بتقولوا بداع انفكتف اندوكاردادس العين ده في هزي الحالة لازم اعمله ترانس اصفاجير ايكو ادي صورة للايكو في الفيجيتاشن الكائبة اللي احنا لما بنشوفها يعني بنزعل جدا في عين الكريبسي لان كده البكتيريا هتفضل موجودة في الفيجيتاشن دي وصعب جدا ان احنا نخرجها منها ايضا من المتاستاتيك كومبليكيشن بتاع الكريبسي سابيوراتيف ثرومبوفلبيتس شود بي كونسيدرد اثنك شست or ابر اكسترم تسوين اس دي دي اجنوزز اس كونفرم اوز فينس دوبلر ستادي اوز 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 تموغرافي اوز شست طبعا من ضمن برضو الكومبليكيشن الكريبسي بتعمل متاستاتيك كومبليكيشن في كل مكان جست احنا بند اكزامبلز ده ساب ابتجورال ابسيس وده سيبتيك ارثرايتس وممكن تعمل فرتبرا استيومالايتس بليليك ابسيس سيكندري اي حاجة تظهر في العيان وانا مش خصائق انه عنده كريبسي ما اقولش انها اكسيدنتل مع الكريبسي لا اول ما افكر افكر انها من الكريبسي وابدأ لما استنفد تماما ابقول لكن رقم واحد واثنين وثلاثة اقول ان حاجة اللي ظهرت ديت السمتم اللي ظهرت عند العيان الجديدة دي دي ريليتد لكريبسي وادور عليها على استنها ريليتد لكريبسي قبل ما اتهمها في اي حاجة تانية زي ما انت قلت يا دكتورة صفقة من سوري المواطعة وده اعتقد باي ديفولت معروف حتى للشباب الجميل ولادنا الصغرين اي عيان بيخسر بقى استرى وانت ان في كريبسي او حتى مش وبدأ العيان دي نحس باكبين اوكي وطيفر بقى سيربيكل او دورسل او لامبر بس هو يعني اكتر بقى في السيربيكل بس وارد تحسن في الدورسل برضو وارد تحسن في اللامبر لو لقيت باكبين even this with or without fever مش شرط يبقى فيه fever you should rule out septic dischitis او ال paravirtibral abscess as a metastatic infection ولازم تعمل mri للعيان ده على ال vertebral كورومساعد ف اما يبقى فيه باكبين تسبكت ان ممكن يكون فيه metastatic infection في ال vertebral yes طيب احنا هو اشهر بتعمل باكبين ايه يعني لما يجي لك الآن عنده fever وسيفير pack pain حسهلها لكم شوية وعنده sweating عادي transverse mala لا بروسيلا يا 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 الكلام الكلام دا الناس بتاكل لحمة ناية بس ما بقاش لي لحمة اه يعني هي اكتر حاجة infection تعمل سيفير باكبين مع excess of sweating yes as long as possible before replacing with temporary non-tunneled catheter بحاول ان انا اسيب العيان as much as i can من غير اكسس وطبعا دا مش هيتول كتير اقصاها 48 ساعة وبعد كده احط له temporary non-tunneled catheter a new permanent tunneled diarysis catheter امتى احطها should be delayed until at least for 8 hours after first negative blood culture in cripsy especially in staff areas cripsy or candida cripsy and when visible with other organisms insertion of a hemodarysis catheter in the presence of an active bloodstream infection may result in a colonization and infection of a new catheter وكأنك ابو زيد مغزيت وهتدخل في نفس الـ circle الثاني وكأنك ما عملت حاجة خالص او هتركيبه تشيل انا ممكن الكلتر طهد اسبوع مش حاجة ارتيب العيان اه تمام انا بتكلم على tunneled permanent catheter طبعا تمام او هتقالوك يا صفو دكتورة صفو هتسئلي وده السؤال معروف للجميع يعني انا عارف الاجابة بس في الفترة في الجابة الزمنية الفجوة ديت على ما تركيبه اسطرة تانية والدنيا تهدأ وتركيبه اسطرة تانية الفجوة الزمنية هتخسرينه من ايه intermittent femoral castellization يعني هتركيبه وتشيل وترمي وهكذا زمان كتور الشهر لحين تحطي اسطرة تانية اما الامور تهدى عندك تمام تمام هنفضل في وطبعا حتى انا مصلا نشوفتا النهارده مركبش التمبراري الا لما يكون معادة الجلسة الجديدة جاي يعني وهخلي حازمي هو يرد من دامانور العيام بيجي لك يوم الجلسة مش ما بيجي لك شي من بعد الجلسة يعني عيام بيجي حد وثلاثة وخميس هتلاقي داخل عليك يوم الخميس وعنده ومعادة جلسته الخميس هتعمل ايه حازم عندك في دامانور والله ترشين هي مشكلة الكريبسي في البداية ان المريض ما بيظهرش عراض الا ديولين دادالس يعني هو المريض ممكن يكون جاي نورمال وانس ان هو توصل على دادالس يبدأ يترعش ويبدأ بالزبط يبدأ انه تطلع من الكاستر لومين ويبدأ يخش في القصة دي والحقيقة هي نقطة جدلية ولكن الفيصل فيها ان اكمل الجلسة من عيان بيخش في سفير راكشن زي كبه دي اتعذب عام بيتعذب عذاب شديد جدا اه جدا اه مش هينف هتكمل الجلسة في هذا الوضع يعني مع وكلام ده كله بالزبط لا في بعض الزمل اللي لأسف بيحاول يعدي الجلسة في قبل الوكان بالزبط يعني يعني بارس يتمول انجيكشن ولكن طبعا انت هتعمل ايه طبعا عيان جاي لك انا بقول عيان جاي لك انا يقول لك انا سكنت من بعد الجلسة اللي فاتت وجاي لك الجلسة دي وبقال يومين ما غسلتش اتنين لتر متوقع بهايبر كاليمك متاسية مع العالي ستة والراجل عنده فيفر وداخل عليك المركز زي ما قال الدكتور سلما وصول سعيد يعني احنا في الميديا اللي بن نريموف الكاستر بنقطع كاستر نبعتها في الكالشور بنصحب بريفرا بلاك كالشور بنلك فيمر والمريض بياخد السيشن بتاعته من والقصة دي كلها ما بتاخدش اكتر من ربع ساعة تمام تبقى هي طبعا بتختلف البروتوكول من مريض للتاني يعني مريض زي اللي حضرت حكيت عمه ده بالزبط كده احنا غالبا هنجي الوطول ساكساس ونريموف الكاستر بعديها ونحاول ندلي السيشن از ماتش لان طبعا وجود اي جسم المريض دي بكتبقى على طول طبعا هي حصل عليها يعني نقدر نطلع اه اتفاضري بي دكتور ريشام ايه محمود نعم احنا لو لو البيشن دوت رينا ترانس بلانت يعني تمام لا انت انت بصص للمستقبل انت جاي من فوق العمر يا محمود لا احنا بنتكلم هنا في وحدة كيلة صناعي عيان دخلك عنده كريبسي مش هتاعد تغسله عيان عيان كريبسي و بعدين احنا نعمل ايه يعني احنا احنا عايزين نطلع بلوقتي احنا معنا معنا ده كاتف من جميع وناس واسات ذا خلينا نطلع بحاجة نقدر نقولها ليه الناس اللي معنا والناس اللي ما سمعوناش وحيسمعوا الفيديو نمرة واحد طبعا بريتونيا ما ينفعش هيحصل نعمل واحد شيل الاسطرة وابعت الاسطرة واخد عندك اختيار من اتنين اللي هتركب وتسيبها اللي هتركب وتشيلها وتبتدي في حالة تالت نقدر نعرضه هو ده يعتبر احسن حل اركب له فمر اخسر له منه الغسلة دي واخشلها واسيبه وبعد كده اه اشوف انا ممكن ايه الكنديشن تاع العيان وامشي عليه يعني ممكن اركب له يععد عليها شوية مع وفوله قبل عيان لغاية لما اوصل لمرحلة ان هو يركب عايزين نوصل خلي بالك الناس اللي بيعملوا ما هو ماش احسن من يلا بالكتير يعني يعني احنا عندنا سنوات طويلة اه احنا نطلع داخلي يعني ولا يا دكتور سعيد احنا نشوف كده الابريكابول بالنسبة لنا نقدر نعمله هو انا انا متفق مع حضرات تمام انا اتور شام وبرضو انا عاوز اقول لدكتور محمود حاجة انت الايدياليزم مطلوبة بس انت دلوقتي في حاجة لايف سيفنج هتسيب العين ما يغسلش لا كل حتى قالك اعمل يعني يعني زي ما قالت دكتور طبعا مش اهلة من دماغها ما يجايبها من او من الانترميتان الى حد كبير هيجنبك ان انت موضوع ان انت يتراعرع ويزيد اكتر في وجود الكاستر اللي كانت موجودة البرميكاس اللي الدكتور حاسب قالش لا تمام اولا انا مش بعمله انترميتان عشان انا خايف من بقاء الاسطرة ميديكو ليجلي في العيان ميديكو ليجلي للسبب واحد never ever absolutely contra اوعد تسيب اصطرة في مرأة في عيان وتعمله تشارش معروفة لكن حاسب قال كلمة كده في النص والعيان تبيه ادميت هي اول الاجابة فعلا اول حاجة تؤدمت العيان وتعمله انترميتان طبعا انت مش عاوز كل مرة خلال لو هو مثلا متوقع لين هو هياخد جلسة تانية بعد البخرة ما الطبيعي بتاع لانه ممكن الفيمرال كاستر اغمض على 48 ساعة ما بين كوسين والعيان ادميت في ناس بتغمط لمدة 4-5 ايام اسبوع اوكي حتى في كبيرة لكن كجاية يفضل ما تزيدش عن 48-72 ساعة لو انا هسيبها جوا عيان ما بين كوسين تاني اللي هو لا طبعا ما راحتش بقى استرى في مرة يعني يعني احنا متفقين مثال دكتور سعيد لما لو واحد شيل الاسطرة بس تبقى متأكد انه فيه تاني لو انت هتغامر وتوصل العيان الجلسة مش هتبقى لطيفة هتشيل الاسطرة وتعمل وتعمل العيان وتركب تشيل وتدور على كده عشان تعمل و احنا ان احنا نشيل ده اترميتان في مرة كثرة اي تنك ده و وخدت العصايا من نوست ما ضيعتش العيان من والفلو وفي نفس الوقت حاميته برضو من السيبسيميا او البكتيريميا انا ممكن تعصد وده اللي قالت عنها دكتور شام وحتى يا دكتور صف مشكورة وضحها لنا ده كمان وحاسم قال نفس الكلام وحضرت نفس الكلام اه عشان نقول اه ده بتاعنا والزمل افضل على عشيات كلهم الى حد كبير متفقين في نفس المعنى تمام تمام معنا الجروب بتاعنا ده هنعمل لنا خلي بالك احنا بس في الاول خلي بالك من درايا خلي بالك من درايا طبعا الكريبسي is a serious infection لو انا تجنبت في الدعاليسيزيوني زي ما طور سعيد كان دي يقول انه يحصل خالص هو ده التارجت يعني ما يتارجت انكريبسي انه ما يحصلش فاحنا طبعا نحب ان احنا نشوف ايه prevention measures اللي انا ممكن اعملها عشان اتجنب كدوس الكريبسي لان ده خير الشيء يتعامل معه الكدكوي guidelines بتتكلم على intra liminal strategies and extra liminal strategies ال intra liminal strategies زي ما احنا كنا نتكلم هي فيها ال controversy وفيها ال anti antibiotic look لكن antibiotic look ال indication بتاعه انه يكون الفاسيليتي اللي انت بتشتغل فيها في high rate of cryopsy وده يكون اكتر من ثلاثة ونصح حالة لكل الف يوم او يكون العيان بتاعك هو فاسيليتي كويسة جدا بس هو عنده multiple cryopsy infections قبل كده هو ده العيان اللي ادي له antibiotic look therapy بالنسبة للكديجوي guidelines الpreventive measures الاكسترا اليومينل ويمكن فيها الحاجة اللي هي دكتور سعيد كان بتكلم عليها اللي هي strongly recommended يعني ايه strongly recommended في الكديجوي strongly recommended يعني تبقى policy او بالنسبة لتعامل الpatient مع نفسه الفيس mask الcleaning بتاع الexit side بتاع الكاتيتر الدressing بتاع الكاسيتر الway of introduction of catheter تبقى strictly trial كل ده واخد strongly evident recommendation في الكديجوي بقيت الحاجات يعني patient education من حاجات المهمة اوي patient education الpatient education فعلا في الهو catheter exit side ده ما يتجيش ناحيته المية خالص ولا يتغسلش خالص ويتحط عليه waterproof dressing و بقيت الحاجات طبعا كلها مهمة برضو اللي انت عرضت سنة كامل كيدوكي guideline اعتقد خمستاشر الفين ساعتاشر الديالسيس خمستاشر الديالسيس خمستاشر لكن الكاستر تعيب انت ساعتاشر دي الفين لكن الدهالسيس ما عملوش بعد الفين وخمستاشر اللي جاي ده ما عملوش خمستاشر دي الفين تساعتاشر دي الفين تساعتاشر ماشا تمام طبعا آآ كده قالت الكاديجوي بس يعني قال لك يستحب انها ما تزدش عن سبعة اللي هي تغيير الدريسينج تغيير الدريسينج بيبقى فوق الاسطار ماشا كده فيها كذا أقوها طبعا اللي هو وبعد كده وبعد كده وبعد كده وبعد كده يقولك طبعا عندنا الكريبسي ده يعني حاجة مشتركة بين مجموعة كتير من الناس ففيها كتير جايدلاين فيها كده وفيها 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 فبرضو من الزيرة جايدلاين دي اخر جايدلاين بتاعكها يعني في المستخلص هي برضو بتقول ان الهيجيين والتعامل بتاع التمريض مع البيشنت وتعامل البيشنت مع نفسه هو حتى في يعني ما بيقولوش ان احنا يبقى عندنا يعني يعني لو انا هتبع البروتوكول بتاع السي دي سي انا ايضا العين الاتش اي في ممكن اكسله في الوحدة عادية بس طبعا هو كوزارة صحة طبعا طبعا ما ينفع طيب احنا عايزين ان شاء الله نوصل لمستخلص من الجلسة الجميلة اللي احنا كنا مع بعض فيها كريبسي is a common and serious complication كريبسي كل ما يجيلك واحد الغتيل لازم تبص عليه تشوفو developed كريبسي ولا لا لانها الطايم فيها very 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 important if you suspect كريبسي move fast start management at once every minute differs treat the patient as a whole not just the whole in the patient ماتبصوش عالك استرى بس شوفو المتاستatic complication من كريبسي هي دي اللي ممكن تقضي على العيان all the time remember that your patient is not a number is not patient you faced in your life and many thanks شكرا جزيلا يا دكتورة صفوة محضرة رائعة واكيد يعني احنا كلنا استفدنا منها وانتي هتخليني اغير برضو في اسم البرنامج من ويك انت كافي الى شام السيد مكتشف المواهب النهاردة يعني النهاردة موهبة جديدة نزلت في ال ويك انت كافي زي بقيت المواهب اللي فاتت وطبعا يعني محضرة رائعة حطلب منك حتين اللي نزل على الجروب عشان الناس كلها تستفيد و هشوف لو في سؤال ولا اتنين احنا كده بقلنا ساعتين ونص معاكو اا لو في حاجة ما اضغطتش كان الدكتور مصطفى وثامة بيقول ممكن اركب في نفس الناحية يعني ما انتش مزنوق انك تركب في نفس الناحية ممكن تبقى آآ في مرة قلنا خلاص آآ في سؤال من احمد سالم آآ الناس ممكن يبقى للانتبايتك وبرفلجان لو العين نزلت حرارته على وكلام ده كله تأكد انها مش مش كريبسي دي حاجة تانية خالص طبعا مش حين فعل انا اكمل بيه what is the incident of spinal epidural abscess i think it's very unlikely or even real طبعا من قبل ما يحصل اه تعليق اخير من السادة الاسادة لو حبه من جهة مصر او برا مصر نشوف تعليق الاستاذ دكتور فيصل لو موجود بعنا دكتور فايسل دكتور فايسل شكرا عشان حيغة is very interesting it is a very good teaching lecture about the infection axis infection probably every institute has their own protocol and this is almost the same targeting fighting the infection but i'll tell you something probably in our practice it's a little bit modified one we are working mainly in preventive not in treatment so very rare to get access infection from our unit because if it is happening in our unit this would be investigated thoroughly from the ID and will be reported and probably even it will be punished the people who are responsible about this so we don't have too many infections from our own unit but we get so many acid infections from outside which is going to be treated to us we three first the dialysis nurse responsible to change the dressing of any burn cast no one else allowed to do it even in all the hospitals so even if someone come with a problem from outside he should go to the dialysis nurse and the nurse will change the dressing and will do all the necessary things we use recently the true look something like true look as well we also give pamphlet to the patients how to take care of their acid very important during the washing during if something happened what he should do how he should report to the RDU in case of anything happened to the acid by this we limit the infection significantly as I said that it's very rare now to have anyone from our own unit to have infection we use vancomycin and I know that some when the culture comes so the first line of treatment is vanco and we use the trough level for the vanco in order to give the doses the correct doses and then we wait for the culture and according to the culture we give the antibiotic usually we insert temporal caster if there is infection and the patient from the temporal caster usually he will be hospitalized till we get the culture negative and then we insert other burn caster or whatever we are going to do with it this is overall how our strategy in caster related infection thank you thank you very much dr faysal uh protocol wadah and clear message prevention 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 and prevention education both the decatria the dem reed we 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 how と protect بقية الأسبوع لوpa أربعة ساعات بيجي لي فيهم في الجلسة بقية الأسبوع لازم آآ يتعلم آآ بروتكت آآ شكرا جزي على دكتور فايز آآ في حدا من زمائلنا الموجودين يحب يعلق there's experience آآ في هاي أسئلة نعم لمن육ش وتャ هو ما حدش حاسس بالدكتور أصب هو حاسب به هتبحضر المحضرة دية التجاري اللي حضرنا حاجات قبل كده في البسكوير أكسس لأنه زي ما دكتورة صفوها يعني عرضت على مدار الليكتور الإفيدنس بيزد ميديسين في البسكوير أكسس is very weak ويمكن أغلب فعلا الريكمنديشن بوينتس اللي موجودة في الكدوكي جايدلاين كلها بيزد ون إكسبرت أوبينيون ففعلا الإكسبرينس في البسكوير أكسس هي مين اللي بتحقق سواء إيذن في الإنسورشن أو إيذن حتى في الريفينشن أو إيذن في التفين فالحقيقة هي كانت محاضرة مبهرة جدا على قد ما الجايد مكالكاعة وصعبة دكتورة صفوها بسنة إن شاء الله عليها يعني قدرت أنها تبلي في الموضوع وتكلهولنا وما تحسسناش بصعوبة الموضوع على قد ما هو صعب جدا 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 جزاك الله كل خير يعني عنا وجزاك الله كل خير دكتورة رشام حضرتها كدكتورة سعيدة غندم على لأ ويك اند الكافيه ويك اند الكافيه واتشاف مواهب يعني أنا هبتدي أجيب لكم المواهب من كل مكان يا باشا أنت يعني أنت تحطيتني أساسا وروحت اتفاقت مع دكتورة صفوة وعملت وانا 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 برح عصت الدكتورة صفوة كانت وقفها جنبي وانا برحش عليهم وده فلتريشن أنا عارف عارف والله ده حاجة شرف فجبت المواهب أنا جبت المواهب أنا برحك والله أنت مكتشف المواهب يا دكتورة الشام والله الله يكال لي لا وبصراحة مساعدت بيكم جدا أبدعتي النهاردة بصراحة يعني بصراحة ممتازة وممسية الله خيرك ومسية رائعة معاكو بقيت الأسبوع عجازة أنا بكرة إن شاء الله ووركشوب تاني فيه اللقصر ادعو لنا هو يا دكتور ريشان فيه دكتور أحمد سالم بيسأل لأ ما جاوبت لازم حنشيل طبعا طبعا يا دكتور أحمد لا ده يا دكتور أحمد مش تشيلها بس تتشيل الكأسرة وتولع فيها طبعا أنا برضو موضوع الوركشوب الوركشوب هو تعليم أساسي مع التعليم الإلكتروني زي ما بقول دايما الوركشوب مفيد في حاجات كتير مش علم بس البودي لانجوتش لما باجي أقول محاضرة غير وأنا بقول محاضرة على زوم الكميونيكيشن سكيلز اللي أنا بتكلم وأسأل الناس ما فيش حاجة اسمها تسأل الصغير زي الكبير مهم جدا جدا زي الزوم إن شاء الله نكمل عليه هو مرهق آه لكن أنا شايف إن هو مهم على الأرض مهمة مع إن شاء الله الزوم ميتنج إن شاء الله عشرين اربعة وعشرين هيبقى فيه عظماء كتير جدا وأقول لكم شكرا استحملتونا ساعتين ونص وتسبعوا على خير شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم